السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم كاريم سبانيش لتعلم اللغة الإسبانية في هذا الدرس إن شاء الله سنرى مجموعة من العبارات الخاصة بالعمل هذه العبارات هي مهمة جدا لهذا قم بتعلمها لأنها ستفيدك بدون شك في حياتك اليومية إذن أصدقائي بدون أن أطل عليكم لنبدأ على بركة الله قبل ذلك لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلك جميع الدروس إذن إذا أردت أن تقول لدي نوبة عمل في الصباح يعني بالدرجة تنخدم يعني في الصباح عندي نتورنو ديال الصباح فسوف تقول أما إذا أردت أن تقول لدي نوبة عمل ما بعد الظهر يعني تنخدم في العشية عندي تورنو ديالعشية فسوف تقول أما إذا أردت أن تقول لدي نوبة عمل في الليل يعني تنخدم بالليل يعني عندي تورنو ديالليل فسوف تقول وإذا أردت أن تقول هذا الأسبوع سأعمل بالليل يعني هاد سمعنا غادي نخدم بالليل يعني غادي نخدمها بالليل فسوف تقول أو كذلك وإذا أردت أن تقول أعمل بدوام جزئي يعني أعمل أربع ساعات في اليوم يعني تنخدم غير نص نهار يعني أربع سوياء في نهار فسوف تقول وأما إذا أردت أن تقول أعمل بدوام كامل يعني أعمل ثماني ساعات في اليوم يعني تنخدم نهار كامل يعني تمني السوية في نهار فسوف تقول وإذا أردت أن تقول يجب أن أقوم بساعات إضافية هذا الأسبوع يعني هالسيمانا خصني نزيد السوية فسوف تقول يعني أعمل الزبت يعني أعمل تقدر تخدم بلاستي نهار السبت أو لا تخدم يعني في تورنو ديالي نهار السبت فسوف تقول وإذا أردت أن تقول لن أذهب اليوم إلى العمل لأنني مريد يعني اليوم مغادش نقدر نمشي الخدمال أنا نمريد فسوف تقول وإذا أردت أن تقول غذا هو يوم عطلتي أو إجازتي يعني غدا هو النهار ديال الراحة ديالي يعني النهار لما تنخدمش فيه فسوف تقول وإذا أردت أن تقول أعمل في إدارة يعني إدارة سواء كانت يعني مستقلة أو داخل يعني مؤسسة خاصة أو عمومية يعني بالدرجة خدام في البيرو فسوف تقول أعمل في شركة يعني أعمل في شركة سواء كانت شركة للبناء أو شركة المواد الغدائية إلى آخره فسوف تقول وأما إذا أردت أن تقول أعمل في معمل يعني معمل أو مصنع فسوف تقول وإذا أردت أن تقول أذهب للعمل بالسيارة يعني تنمشي للخدمة بالطوموبيل فسوف تقول أما إذا أردت أن تقول أذهب للعمل ماشيا أو ماشيا على الأقدام يعني تنمشي للخدمة على الرجل فسوف تقول وإذا أردت أن تقول لقد وصلت متأخرا إلى العمل اليوم يعني اليوم ما وصلت يعني معطل للخدمة فسوف تقول وإذا أردت أن تقول لقد غارقت في النوم لأن المنبه لم يرن يعني لأن الساعة أو التليفون ما صناش يعني عمر شوء ما صناش فسوف تقول وإذا أردت أن تقول يعني إذا بيت تقول على شيء واحد يعني تيخدم مزيان شيء واحد اللي تيخدم مزيان فسوف تقول وإذا أردت أن تقول إنه أول يوم اللي في العمل يعني اليوم هو أول نهار عندي في الخدمة فسوف تقول وإذا أردت أن تقول يجب أن يجب أن أقوم بالكثير من الأشياء يعني لخصني ندير بزرد الحواج فسوف تقول وإذا أردت أن أردت أن أردت أن أحصل على الزيادة في الراتب هذا العام يعني يعني نتمكن من أنهم يزيدوني في الخطة هذا العام فسوف تقول وإذا أردت أن تقول أنا أبحث عن عمل يعني أنا تنقلب على خدمة فسوف تقول أو كذلك وإذا أردت أن تقول أنا أقوم بتدريب في شركة يعني أنا كندرستاج يعني في واحد شركة فسوف تقول أو كذلك وإذا أردت أن تقول كم من ساعات تعمل في الأسبوع يعني شمسة أخدم السمانة فسوف تقول إذا أصدقائي لقد وصلنا إلى آخر الدرس أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وكما العادة إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب كذلك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم جميع الدور وإلى أن ألقاكم في درس آخر أستودعكم الله وإلى اللقاء